طيب معايا عبر زوم الآن مديبو كوليبالي الأمين العام لنادي جوليبة المالي في مجموعة بيراميدز والتراجي وسجرادة يفدن بشرفني ومنورني على تلفزيون المصري برنامج رقم عشر مساء الخير عليكم بالتأكيد سؤال الأول يخص مجموعتك مع بيراميدز والتراجي في هذه البطولة بطولة دوري أبطال فروكيا كيف ترى قوة هذه المجموعة؟ إنها مجموعة صعبة جدا مجموعة ذات مستوى عالي جدا ولكن أعتقد أنه نحن لم نكن ننتظر من الأساس مجموعة سهلة مع المستوى الذي وصلت له إلى هذه البطولة لأن الفرق الأكبر في أفريقيا هي التي تلعب في دوري الأبطال والمرحلة الأولى من التصفيات في هذه البطولة لم تشهد مفاجآت كبيرة بحيث يخرج فرق كبيرة مبكرا ولكن كل الفرق الكبيرة والقوية موجودة في هذا الدور المجموعة من دوري الأبطال بيراميدز فريق حديث العقد في البطولات الأفريقية ولكن ماذا تعرفون عن بيراميدز خاصة أنه الآن واحد من أقوى الفرق في مصر؟ نحن نعرف القليل عن فريق بيراميدز نعم ولكن نعرف أيضا أنه فريق كبير لم يلعب كثيرا في بطولات أفريقيا ولكن معلومتنا تقول أنه فريق كبير وأنه يملك موارد مالية تمكنهم من توظيف لاعبين ذو مستوى عال وليس من باب المصادفة أن يكون بيراميدز ضمن دوري المجموعات جنبا إلى جنب مع الأهلي ومع فرق أخرى في هذه البطولة لن يكون مستبعدا أن يصل فريق مثل بيراميدز إلى النهائي بالنسبة لنا هل تتوقعون الوصول عن هذه المجموعة للدور القادم؟ ولو تتوقعون الوصول للدور القادم من الفريق اللي سيرافق فريق جوليبا المالي؟ كما تعلم أن كرة القادم ليست مثل الحساب ليست واحد زائد واحد يساوي اثنين كرة القادم فيها الكثير من المفاجآت وتتطلب الواقعية الواقعية أن تلعب اليوم وأن تلعب غدا بحسابات مختلفة نحن هنا في هذه المجموعة وطومحنا بالتأكيد هو أن نتأهل نعرف أن معنا فرق كبيرة وفرق تشارك منذ حقمة السبعينات في هذه البطولة وعلينا إذن أن نأخذ الأمور على محمل الجد وكلها فرق بقيمة فنية عالية ونحن سوف نتمسك بفرصنا لأننا نعلم أن الفرصة ليس من السهل أن تتوافر في هذا النوع من اللقاءات الترجي التونسي فريق متمرس في هذا النوع من المواعيد ولكن سبق لنا أن حققنا عليه الفوز في مشاركات سابقة وقدرون على تحقيق الفوز على أي فريق بالشرط أن نلعب واقعية وأن نحترم الخصم ولكن كما قلت علينا الحذر لأن كرة القدم حافلة بالمفاجآت وبالنسبة لي لا أستطيع أن أتوقع من الفريق الذي سيروافقنا إلى دور ثمن النهائي ولكن أقول أن جوليبا قادر على التأهل إلى الدور التالي مديبو كوليبالي الأمين العام لنادي جوليبا المالي بشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء عبر زوم نقطة مهمة